بعد سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة وانتهاكها لكل القوانين والعراف الدولية وارتكابها جرائم وثقتها منظمات دولية عدة رأى مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي أن إسرائيل انتهكت القوانين الأمريكية أيضا فبعد كل هذا العدوان والمجازر والجرائم توصلا هؤلاء المشرعون إلى أن هناك أدلة على انتهاك إسرائيل القانون الأمريكي الذي يخص استخدام الأسلحة الأمريكية وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفي رسالة وقعها 86 من النواب الديمقراطيين خاطبوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن قالوا إن الحكومة الإسرائيلية قاومت طلبات واشنطن المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق الجوية والبحرية والبرية لإيصال المساعدات إلى غزة واستشد النواب بتقارير تفيد بأن تلبيب لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة وفرضت قيودا تعسفية عاقة الإمدادات كما طالبوا الإدارة الأمريكية بضمان التزام إسرائيل بالقانون واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة رسالة الديمقراطيين لبايدن جاءت بالتزامن مع تكريمه شخصيات من حزبه بوسام الحرية قال إنهم أسهموا بطريقة مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو بقيمها أو بأمنها أو بالسلام في العالم التشكيك في ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية ملتزم بالقانون الأمريكي يجعل أمام بايدن خيار معالجة الوضع من خلال إجراءات تراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق عمليات نقل الأسلحة وفقا لمذكرة المشرعين علي الموسوي ترتاع